27 مهندساً زراعياً تخرجوا أمس الأول كمداربين رئيسيين ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الذي تنفذه مؤسسات حكومية زراعية وتموله السفارة الهولندية في عمان المداربون تلقوا تدريبات على ممارسات زراعية حديثة بهدف نقل معرفتهم ومهاراتهم لخمسة آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة ووصولاً إلى تمكينهم وتحسين فرص دخلهم وتنمية قدراتهم على التكيف في مواجهة التحديات الزراعية من بينها التغير المناخي من خلال 122 ساعة تدريبية وعطيت ل27 مدرب رئيسي بمختلف المتطلبات التي تطلبها قطاع الزراعة في الأردن ليصبح المزارع أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية أدخلنا تقنيات جديدة كيف يتعامل المزارع مع الأمراض المختلفة الوقاية هذه الدورة قدمت لنا أفكار جديدة وإن شاء الله نقدر نقولها للمزارع عن طريق الزراع الذكية عن طريق التغير المناخي لعمل الغذائي وكانت تجربة رائعة مع المنظمة الهولندية لنقل الخبرات الهولندية للمزارع الوردن إن شاء الله كانت هذه الدورة عبارة عن إضافة نوعية على القدرات التدريبية والقدرات العلمية والمهارات التي استفدنا منها من مدربين الأعزاء من مملكة هولندا وجامعة باخنينك تحديدا حيث مساهمت في تبادل الأفكار الزراعية وسبل تطوير المزارعين نظرا للزخم السياحي في المثلث الذهبي عقدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة لقاءا مع مشغلي القطاع السياحي في منطقة العقبة وبادرم والبترة لإيجاد استراتيجيات تسهم في الحفاظ على البيئة وتقلل الأثار السلبية على الموارد الطبيعية والمواقع الأثرية وناقش المشاركون سبل الحد من تلوث مياه البحر والاعتداءات البيئية كالرعي الجائر وقطع الأشجار إلى جانب أفكار لتنظيم سياحة الغوص والصيد ومجمل الأنشطة السياحية وارتفع عدد السياح القادمين إلى العقبة ومن خلالها في الشهور الستة الأولى من عام 2023 إلى مليون وخمسمائة ألف سائح تقريبا مقارنة بسبعمائة وسبعة وسبعين ألفا في ذات الفترة من عام 2022 فيما بلغ عدد زوار وادي رم قرابة أربعمائة ألف سائح مقارنة بمائة وثمانية عشر ألفا بالنصف الأول من عام 2022 افتأينا عقد هذا اللقاء في مدينة الحقبة من أجل وضع تشريعات وتوصيات من أجل استدامة المناطق السياحية في الأردن بشكل عام من ناحية بيئية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية تراثية ومن ناحية عمرانية حتى من ناحية مجتمعية من أجل ضمان استمرارية الفعاليات السياحية وضمان استمرارية المردود الاقتصادي لهذه الفعاليات الاقتصادية حيث يتم من خلال هذا اللقاء إيجاد حلول وتوصيات للمشاكل منها المشاكل البيئية متعلقة بالنظافة خاصة في المناطق البحرية شكرا